مساء الورد أصدقائي الأعزاء سعيد أني هتكلم معكم النهاردة عن حدث استثنائي في حياة كل فرد فينا وهو لقاء توقع مش عالا أكيد سمعت عن الكلمة دي كتير ممكن جدا في البداية ما كنتش مقتنعة بالفكرة لكن متأكد أنك لازم تكون مريت بنفس التجربة في حياتك على أقل مرة واحدة وعيشت إحساسها وصدقها فهل قابلت بالفعل الحب اللي غير مجرأ حياتك وهل كانت فعلا علاقة توقع مش عالا أكيد الأسئلة دي بتشغل بالك دلوقت لكن قبل ما نبدأ في شرح سلسلة علاقات الحب الروحية ففي الحقيقة عاوز أوضح نقطة مهمة جدا فعلاقات الحب الروحية القوية زي توقع مش عالا وطوقع من الروح أحيانا بيختلط على الناس بعض المفاهيم ما بين علاقة توقع من الروح وبيستخدموا نفس المصطلح بشكل تبادلي لكن الحقيقة أنهم مختلفين تماما عن بعض الرابط ما بينهم أنهم علاقات حب الروحية وقوية جدا بما أننا النهاردة بنتكلم عن توقع مش عالا فهيكون لها نصيب الأكبر في التوضيح لقائك بتوقع مش عالا هو حدث استثنائي في حياتك وقدر أنه يغير مصرها ويقلبها رأسا على العاقد هو في الحقيقة لقاء قدري كأنه شيء لم يفر منه ومتقدرش تغيره شخص ما تقدرش إلا أنك تحبه من أول نظرة ومش لأنه متشابه معك لكن على العكس بتحبه لأنه مختلف تختلف عن بعض ظاهريا لكن متطابقين في داخلكم قوة كبيرة من التجاذب كأنكم قطبين متجاذبين وتقابل مع بعض صعب جدا حد يصلكم عن بعض أو يشويش على تجاذبكم لكن الأغرب أن صعب تجاذبكم هو اختلاف أقطابكم طاقم الشعلة هو الشخص اللي لازم تقابله في حياتك لأن ليه دور مهم فيها تجربة ودرس أهم جدا بعضهم بيسيب في قلبك ذكرى جميلة والبعض بيطرك ألم وجرح لكن الأكيد أن طاقمك الشعلة بيكون الشرارة اللي بتنور قلبك والدرس اللي بيعلم قلبك الحب وبينقلك لمرحلة جديدة من الوعي وممكن يغير مجرح حياتك بالكامل وغيرك أنت شخصيا وإلى الأبد خلافا للمعتقد عن طاقم الشعلة فإن طبيعة العلاقة مختلفة تماما عن طاقم الروح فعلاقة التجاذب مع طاقم الشعلة مصدرها التجاذب الروحي أو خلينا نقول بتعمق أكبر تجاذب طاقي معين ما بين نوعين من الطاقات في شكل تكاملي واللي ممكن أحددهم بوضوح من خلال علم الفلك ومعرفة نوعية درسهم وكرمتهم الخاصة لكن على مستوى الاتفاق الشخصي بيكون ما بينهم اختلاف واضح وكبير وطاقيا ده أقدر أسميه اختلاف القالب لكن مع ارتباط روحي قوي جدا لأنها في الأساس كانت روح وحدها لدرجة أنكم ممكن تحسوا بعض بسهولة في فرحكم أو حزنكم حتى من غير ما تكلموا بعض علاقتكم هي علاقة حب غير مشروط والأكتر أنكم بتتقبلوا بعض رغم اختلافاتكم وده في حد ذاته مرحلة متقدمة جدا من الوعي ورغم كل شيء بتزيد من شعلة الحب ما بينكم اختلافكم في الأساس في علاقة طاقة مشوعلة هو عنوان تجربتك ودرسك الجديد لارتقائك وتطورك الروحي في رحلتك عادة بيكون حد فيكم عكس الثاني تماما مثلا حد عاطفي جدا والطرف الثاني عقلاني ومنطقي قوي وهكذا لكن وجودكم في مكان واحد بيكون لي طاقة قوية جدا لدرجة أنك تقدر تحس بحرارة الطاقة دي في هالتك وبشكل واضح حتى لو مش مضرب على احساس الطاقة فده شيء هتلاحظوا بسهولة الحقيقة أنكم اتقبلتم لاستحقاء معين مش عشان تختلفوا على نقطة الخلاف اللي ما بينكم لكن علاقتكم ارتقائية روحية بتسير في التجاهين كل واحد فيكم هيعلم التاني وهيطور فيه شيء للأحسن علاقتك القوية بتوقع مشوعلة بتشبه النار اللي بتجبرك على التعامل مع مشاكلك وحلها لكن لازم يكون عندك وعي استعداد للمرحلة دي علشان تقدر تستفيد من الحدث الاستثنائي في حياتك لأن علاقة توقع مشوعلة مش بس علاقة رومانسية ما بين طرفين لكن في الأساس علاقة نمو روحي وتطور يدعمها الحب تتغير حياتك معاه بالكامل وتبدأ تشوف العالم بشكل مختلف ونفس الشيء بالنسبة للطرف التاني وبتدفعك رغبة معاه في الاتحاد والتكامل أو بمعنى أصح التوحيد الطاقي بين دماغ طاقة اليان المؤنسة وطاقة اليان المذكرة أغرب شيء في علاقتك بتوقع مشوعلة هو أنك ما كنتش بتدور عليه ولا هو كان بيدور عليه لكن اللقاقهم مع بعض بيش بقى إحساس العوضة للوطن كأنك كنت غريب ما بينه وشوش الناس وفجأة لقيت أغرب إنسان لك لكن في نفس الوقت مش قادر تعرف مين أو مش قادر تفتكر مين بمعنى أصح الشيء المحزن أن العلاقة برغم أنها علاقة روحية أو استثنائية مميزة جدا لأنه من الصعب أحيانا الحفاظ عليها بسبب الاختلافات الشخصية اللي ممكن تؤدي في بعض المواقف لصدمات قوية خصوصا إذا كانوا اترافين في وقت غير مدركين فيه لطبيعة العلاقة وغير متفاهمين لدورها في مساعدتنا على النمو الروحي وتوجيهنا في المصاري الصحيح. لو ده بيحصل معك دلوقت أو بالفعل حدث فلا تحصل فكر في الموضوع إنه كان رسالة ودرس ليك كن ممتن لكل شيء وللشخص الجميل اللي كان في حياتك حتى وإن كان مؤلم بالنسبة ليك كن ممتن لشرارة النور اللي نوارت قلبك وصاعدتك على تخطي جروحك افتكر إن الشوعة لكانت نور وشخصها تفتكره للأبد تحياتي وتقديري ليكم جميعا